استقبل الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط وفدا يقوده جريد كوشنر المستشار الرئيسي لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية وفيما يلي بلاغ من الديوان الملكي استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السموي الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يومه الثلاثاء 22 دجنبر 2020 بالقصر الملكي بالرباط وفدا يضم السيد جريد كوشنر المستشار الرئيسي لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية والأمل القومي لدولة إسرائيل والسيد أبرهام بيركوفيتش المساعد الخاص لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية والممثل الخاص المكلف بالمفاوضات الدولية وخلال هذا الاستقبال جدد جلالة الملك نصره الله الإعراب عن ارتياحه العميق للنتائج التاريخية للاتصال الذي أجراه جلالته في العاشر من شهر دجنبر 2020 مع فخامة السيد دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ويشكل المرسوم الرئاسي الذي يعترف بمغربية الصحراء إضافة إلى التدابير المعلن عنها من أجل استئناف آليات التعاون مع إسرائيل تطورات كبرى في سبيل تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي وتهم هذه التدابير الترخيص لشركات الطيران الإسرائيلية بنقل أفراد الجالية اليهودية المغربية والسياح الإسرائيليين إلى المغرب والاستئناف الكامل للاتصالات والعلاقات الدبلوماسية والرسمية مع إسرائيل على المستوى المناسب وتشجيع تعاون اقتصادي تنائي دينامي وخلاق والعمل من أجل إعادة فتح مكتبي الاتصال في الرباط وتل أبيب كما هنأ جلالة الملك نصره الله السيد كوشنر على العمل الكبير الذي قام به منذ زيارته إلى المغرب في ماي 2018 والذي مكن من تحقيق هذا التحول التاريخي لصالح الوحدة الترابية للمغرب وهذا التطور الواعد على درب تحقيق السلام في الشرق الأوسط وأكد جلالة الملك نصره الله في معرض حديثه إلى السيد مئير على الروابط الخاصة مع الجالية اليهودية المغربية ولا سيما أفرادها الذين يشتغلون مناصب مسؤولية في إسرائيل وكان هذا الاستقبال الملكي مناسب لتأكيد العزم على التطبيق الكامل لكافة القرارات والتدابير التي أعلن عنها خلال الاتصال الهاتفي ليوم 10 دوشنبر بين جلالة الملك والرئيس دونالد ترامب وفي الأخير جدد جلالة الملك نصره الله موقف المملكة المغربية التابت بشأن القضية الفلسطينية والقائم على حل الدين التي تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمان وعلى المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي كسبيل وحيد للتوصل إلى تسوية شاملة ونهائية وكذا التزام جلالة الملك رئيس لجنة القدس بالحفاظ على الطابع الإسلامي للمدينة المقدسة وفي ختام هذا الاستقبال تم التوقيع أمام جلالة الملك على إعلان مشترك بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية ودولة إسرائيل والذي وقعه رئيس الحكومة السيد سعدين العثماني والسيد جاريد كوشنر والسيد مائير بن شباط حضر هذا الاستقبال السادة آدم سيت بويلر الرئيس المدير العام لشركة تمويل التنمية الدولية للولايات المتحدة الأمريكية وفؤاد عالي الهمة مستشار صاحب الجلالة وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاول الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج اشتركوا في القناة